هذا البرنامج برعاية زين أهلا بكم مشاهدين إلى جلسة المال والأعمال معكم هاني نصر ماذا في أبرز يعنوين جلساتنا لبداية هذا الأسبوع بيتروباك البريطانية تفوز بعقد غاز لقيمة 100 مليون دولار في البحرين في السعودية انخفاض قيمة الصفقات العقارية إلى 346 مليار ريال في 11 شهرا وكالة حماية البيئة الأمريكية قد تغرم بولزفاجن الألمانية 18 مليار دولار مرحبا مشاهدين من جديد نبدأ بقطاع الطاقة كالعادة حيث تخطط شركة البترول الكويتية العالمية لضخ المزيد من الاستثمارات في أوروبا بما في ذلك الاستثمار في محطات التخزين والمنشآت الأخرى المرتبطة بالنفط للمساعدة على توفير المزيد من المنافذ للوقود التي تنتجه وتنظر الشركة إلى أوروبا باعتبارها سوقا مهمة وتخطط للتوسع في قطاعات البيع بالتزئة والتكرير والتوزيع وتملك شركة البترول الوطنية الكويتية أو العالمية مصفتين للتكرير في أوروبا ولديها أكثر من أربعة ألاف محطة للوقود في أنحاء القرى حسب موقعها الإلكترونية خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات النفط العاملة في الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي في مؤشر على أن موجة هبوط أسعار الخام في الأوينة الأخيرة تدفع الشركات لتعليق خطط أعلنت عنها قبل عدة أشهر لزيادة الأنشطة ووافقت شركات الحفر عمل ثماني منصات لينخفض العدد الإجمالي للمنصات أوقفت ثماني منصات طبعا يصل العدد الإجمالي للمنصات إلى 644 وهذا أكبر انخفاض في عدد المنصات خلال ثلاثة أسابيع متتالية منذ أيار مايو الماضي تسعى شركة أيني الإيطالية إلى إقامة مركز لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا من شرق المتوسط طموحات أيني زادت بعد كشف الغاز الضخم الذي حققته مؤخرا في المياه الإقليمية المصرية والذي تقدر احتياطياته بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز الآن المشروع إذا أقيم سيحتاج إلى بناء خطوط أنابيب لتجميع الغاز من مصر وقبرص وإسرائيل بمحطة للغاز الطبيعي المسال والمرجح أن تكون مصر مركزا له كشف الغاز في البحر المتوسط ربما فتح شهية شركة أيني الإيطالية لتعلن عن نياتها إقامة مركز لتصدير الغاز لأوروبا من هذه المنطقة فبحسب اتفاق الشركة مع الحكومة المصرية تقدر حصة أيني من الغاز المستخرج من الكشف الجديد بنسبة 40% مقابل استردادها لاستثمارات التي ستضخها لتنمية الحقل والمقدرة ب7 مليارات دولار بينما ستقصم نسبة 60% المتبقية بين إيني بنسبة 35% و65% الإيجاز المصرية إيني من حقها طبعا تفكر بالطريقة دي مش هتقدر تصدر الغاز زي ما قلنا لازم تصنعه ولازم تحوله لمواد تقدر تبعثها أي حتة تاني مش هتقدر تعمل كده غير عن طريق مصر فلازم التفاقات دي كلها تكون عن طريق الحكومة المصرية وبالتعاون بين الحكومة المصرية والشركات الأجنبية وإحنا يهمنا في النهاية المصلحة العامة اللافت أن ما ذهبت إليه إيني من إنشاء هذا المركز قد يجد صدى لدى مصر التي ترجح الشركة أن يكون هذا البلد مركز انطلاق لها من ناحية كون مصر قريبة من إيطاليا وأسبانيا ومن ناحية أخرى فإن هذا المركز إن أقيم فمن شأنه أن يضاعف الطاقة التصديرية للغاز لبلد يعاني بالأساس من أزمة مزمنة في إمدادات الوقود حيث تعتمد مصر وبكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء النهاردة أنا الأوان وده اللي بتعمله الدولة حاليا التخطيط الاستراتيجي لكافية الاستفادة القصة من هذا الغاز النهاردة الغاز ده احنا نتكلم على حسة مصر من هذا الغاز قد تتعدى من 6 إلى 9 مليار دولار سنويا هل 6 إلى 9 مليار دولار دول عايزين ناخدهم نكمل ودخهم في كهرباء في محطات كهرباء ما فيهاش أعلى كفاءة ولا عايزين نعلي محطات الكهرباء كومباين سايكل كلها ويبقى الغاز اللي بيخش ده أولا بيغطي احتجات القومية للبلاد بيعيد فتح المصانع اللي غير عاملة حاليا مصانع الأسمنت والأسمدة والخلاف والحديد والصلب وغطي احتياجاتي وأدي مثال للمستثمر الأجنبي اللي جاي إن أنا بحافظ عليه وبشغله فأقدر يبقى عندي خطة استثمارية بإن استعمل هذا الغاز يبقى فيك كيمة مضافة نحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي هي احتياطيات الحقل الجديد الذي ستستغرق تنميته حوالي أربع سنوات فيما تضع إني عليه آمالا عريضة في تنويع مصادر توريد الغاز إلى أوروبا التي تعتمد الآن على روسيا في تلبية نحو ثلث احتياجاتها كعكة حقل الغاز الجديد وإن لم تنضج بعد إلا أن المستفيدين منها باتوا كسر فمن بلد يسعى إلى توفير إمداداته من الطاقة إلى شركة تسعى إلى الاستفادة القصوى من كشفها يبقى المراقبون لنتائج هذا الحقل الجديد الذي قد يغير خريطة الغاز في هذه المنطقة ويقلبها رأسا على عقب ناد عبد السلام سي ام بي سي عربية القاهرة وأتابع هذا الموضوع مع ضيفي من القاهرة دكتور جمال القيلوبي وهو رئيس مركز المستقبل لدراسات الاقتصادية والسياسية دكتور جمال أهلا ومرحبا بك يعني كما تابعنا في الخبر والتقرير قبل قليل لمراسلتنا في العاصمة المصرية بأن إني الإيطالية تسعى فعلا لإقامة هذا المركز لتصدير الغاز المسال إلى أوروبا في حال الموافقة على هذا الموضوع وإقامة هذا المركز إلى أي حد سوف نرى إنعكاسات على قطاع الطاقة في مصر دعني أطرح لك إن مبدئيا اختيار الشركة الإيطالية لهذا المكان هو اختيار طبقا لكثير من العوامل والظروف التي أدت إلى اختيار أنت تعلم جيدا وكثير من السادة المشاهدين أن حوض البحر المتوسط يطل عليه أكثر من 23 دولة لأكبر مساحة وهي مساحة 46 ألف كيلو متر لم توجد حتى الآن إمكانيات لاستقبال الغاز المسال لكثير من الدولة التي تم الاستكشاف بها وهي في كل من قبرص وإسرائيل معادة الدولة المصرية والتي لديها بنية تحتية تم وضعها في أكثر من 15 سنة هذه البنية التحتية مهيئة تماما لكثير من استقبال المواد البترولية وخاصة الغاز الطبيعي الدولة المصرية لديها مناطق إقليمية متسعة من أقصى مطروح في الاتجاه الشمالي الغربي إلى أقصى الشمال الشرقي في منطقة نفحة مصرية بس فهمني بهذا الإطار دكتور يعني البنية التحتية في مصر مؤهلة أكثر منها في قبرص وإسرائيل تماما تماما دعني بس أكمل ليك البنية التحتية التي لدى الدولة المصرية وهي جزئتين الجزئة الأول وهو خط الغاز الأرضي الذي يستطيع أن يستقبل من خلال شبكة الخطوط تحت البحر المتوسط لمناطق تجميع الأرصيفة البحرية المصرية في المياه الإقليمية المصرية وهي كثيرة ومنتشرة من أقصى الغربي إلى أقصى الشرق أيضا هذه لها محطتين من أكبر المحطات ذات التكنولوجيا للجيل الثالث لتإسالة الغاز المسال وهما مصنعين تم افتتاحهم سنة 2005 يشمل هذه المصنعين ثلاث وحدات من أقوى الوحدات التكنولوجية والتي تستطيع فصل الزئبق وساني أكسيد الكربون والكبريت وكثير من المواد الهادروكربونية الثقيلة ويتم تبريد الغاز باستخدام غاز الإيثان والبروبان وغاز الإيثيلين كلا هذه الوحدات لديها القدرة أيضا من مستودعين من مستودعات إسالة الغاز القوية والعملاقة يصل كفائتها ووسعتها إلى أكثر من 160 ألف متر مكعب من الغاز المسال أيضا لدى الدولة المصرية رصيف بحري بطول 2.4 كيلو متر يستطيع أن يدخ هذا الغاز المسال عبر الخطوط أو عبر أيضا النقلات التي تحميها في هذه المنطقة منطقة إتكو ومنطقة دومياط هم الذين لديهم مجمعين لاستقبال الغاز المسال بقيمة تصل إلى حوالي 11 مليون طن من الغاز المسال سنويا وهذه قيمة عندما تقارن بمستوى تجارة الغاز المسال عالميا فهي تجارة الغاز في سبع الدول بعينها تشمل السعة والحجم لهذه التجارة حوالي 238 مليون طن سنوي تستهلك منهم كوريا الجنوبية واليابان أكثر من 63% من التجارة العالمية وبالتالي الآن النقطة التي وضعت عليها اختيار الشركة الإيطالية لأن تكون مصر هي عبارة عن محطة استقبال للغاز في حالة الغازية أو الغاز في الحالة الإسالة بتحويله وأيضا من خلال الشبكة المتصلة مبين أفريقيا ومبين أيضا الشرق لسيو وكل ذلك سوف يترك انعكساته الاقتصادية على مصر وعلى خطاع الطاقة بالتحديد في مصر لكن المشروع كما تبعنا في الخبر إذا أوقيم سيحتاج إلى بناء كما ذكرت أنت خطوط أنبيب لتجميع الغاز من مصر وقبرص وإسرائيل ألا يخشى من بعض التعقيدات في هذا الإطار؟ دعني أطرح نحن نتعامل الآن مع الطابع الاقتصادي ومصالح الشعوب ولغة المصالح للدول المطلة على البحر المتوسط لغة المصالح المطلة على البحر المتوسط هناك كثير من الدراسات التي وضعتها كلها من إسرائيل وقبرص من وعورة أن يكون هناك محطة استقبال في قبرص للتوقيت الزمني وأيضا لوعورة التدريس الإسرائيلية للمناطق الساحلية لديها وأيضا كثير من الأخطار التي قد تهدد من عملية تجميع في وسط البحر المتوسط وعدم تأمينها كثير من المعاوقات في كلها من قبرص وكلها من إسرائيل وبالتالي الحل الأمثل لكلها الدولتين هي مد وصلات بسيطة جدا لا تتعدى 38 ميل بحري ما بين كلها الدولتين في حقل إفاثان العملاق وحقل إفرطود أيضا القبرص كلاهما هو قريب إلى المياه الاقتصادية المصرية وكلاهما يمكن مدهم من خلال هذه الخطوط مما يعني أن هناك دعم قد يصل لهذه الدولتين في وقت قصير جدا إذا كان هناك نوع من البروتوكولات التي سوف يعود على الاقتصاد لكل الثلاث دول المطلة والمنتجة للغاز الطبيعي في هذه المنطقة أيضا سوف يعود سريعا على الدولة المصرية حيث أنه عملية مد الخطوط من كل الحقلين سوف تكون سهلة وسريعة وأيضا القبرة المصرية من شركتها وهذا المشروع أيضا دكتور هذا المشروع قد يفتح الشهية قبرى الشركات العالمية ربما برأي الكثير من المراقبين للاستثمار في هذا القطاع بمصر شكرا جزيلا لك دكتور جمال القيلوبي رئيس مركز المستقبل للدراسات الاقتصادية والسياسية في مصر فازت شركة بيتروفاك البريطانية بعقد بقيمة تبلغ نحو 100 مليون دولار من شركة تطوير للبترول البحرينية لبناء محطة لتجفيف الغاز وستبلغ طاقة المحطة 500 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم والمشروع هو الأول بين مشروعات تخطط لها تطوير لزيادة طاقة انتاجية للغاز بهدف تغطية الطلب المحلي المتنامي الجلسة مستمرة مشاهدين وفيها بعض الفاصل سيارة هوندا الأكثر تعرضا لسرقة بأمريكا للعام 2014 مرحبا من جديد أشار بيتر بون مدير قسم البحوث الاستراتيجية في أرقام كابيتل لسين بي سي عربية أشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية لا تشجع على الاستثمار بسبب المخاوف التي تخيم على المشهد المالي العالمي نستضيف هنا في أبوظبي 70 شركة و200 مستثمر وهذا هو مؤتمرنا الثاني ونحن فخورون بأننا أصبحنا واحدا من المصارف الاستثمارية الرائدة في المنطقة حيث أن كفاءتنا الأساسية تتمثل في توفير التواصل مع الشركات والمستثمرين بدأت آفاق النمو العالمي في الدول الناشئة تصبح مهزوزة فالصين تتباطأ والبرازيل في حالة انكماش وجنوب إفريقيا تشهد تباطؤا كبيرا وإفريقيا أيضا تتباطأ وتحديدا دول جنوب الصحراء لكن نحن لا نزال متفائلين بخصوص مصر وإن كانت الأمور قد تباطأت في النصف الأول مقارنة مع توقعاتنا ونعتقد أن الآفاق على المدى المتوسط لا تزال قوية ومن الواضح أن دول الخليج سوف تتأثر نتيجة لانخفاض أسعار النفط أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل السعودية أن قيمة الصفقات العقارية التي تمت منذ بداية العام 1436 للهجرة بلغت قيمتها 346 مليار و300 مليون ريال من خفاض قدره 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وتتوزع صفقات العقارية بين السكنية وتجارية حيث بلغت قيمة الصفقات السكنية نحو 230 مليار ريال بنسبة انخفاض بلغت 17% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق فيما بلغت قيمة الصفقات التجارية نحو 115 مليار و900 مليون ريال أيضا مسجلة انخفاض قدره 17% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي وفيما يخص أكثر المدن نشاطا من حيث قيمة الصفقات العقارية السكنية في شهر أيلول سبتمبر فقد كانت الرياض هي الأعلى بصفقات بلغت قيمتها 6 مليار و700 مليون ريال سعودية متابعة لهذا الموضوع مشاهدنا ينضم إلينا من مدينة جدة السعودية الاستشارية المهندس ياسر أبو خضير رئيس مكتب الدراسات الاستشارية لتطوير العمران أستاذ ياسر أهلا ومرحبا بك كما تبعت الخبر انخفاض قدره 17% في قيمة الصفقات العقارية في المملكة خلال إذا ما قررناه طبعا في الفترة المماثلة من العام الماضي ما الذي يعنيه ذلك للقطاع العقاري السعودي نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم تابعت التقرير حقيقة نحن أول شيء نريد أن نفهم أو نريد أن نوضح مفهوم حقيقة نخاطئ لدى البعض هو الفرق بين التراجع المؤشر وهبوط الأسعار البعض يقرأ تراجع المؤشر في الصفقات لما نحط نسب 30% و50% يعتقد أنه سعر العقار هبط إلى 30% أو 50% كقيمة وهذا حقيقة يعني كنت أبغى نوه عنه لأنه البعض يخطئ في هذه المعلومة رقم اثنين يعني حقيقة أنا أقدر أحللها لثلاثة أسباب رئيسية طبعا السبب الرئيسي هو الوضع السياسي العام للمنطقة بشكل عام يعني الوضع السياسي شوية متموتر فدائما المال مرتبط بالسياسة الوضع الاقتصادي في البترول هبوط أسعار البترول الوضع الاقتصادي العالمي رقم ثلاثة لهو حقيقة خلينا نقول أنه المعلومات والتحليلات وبعض الأنظمة وصن الأنظمة الجديدة والقوانين حقيقة سببت أنا أقدر أسميه إرباك بالسوق العقاري السعودي بالذات لأن السوق العقاري السعودي يعني نقدر نقول أنه 70% لكل براهن على المستخدم النهائي أو الانديوزر واللي حصل أنه المستخدم حصل عزوف عند المستخدم النهائي فبالتالي الكل المستثمرين وكل الأعمال بدأت تتوقف أو تتباطئ لأنه إذا كان المستثمر النهائي أو المستهلك النهائي عزف عن الشراء فأنا عندي مشكلة كيف أقدر أصرف هذه المنتجات كيف أقدر أصرف هذه السلع وإلى آخره طبعا أسباب عزوف المستهلك النهائي عن الشراء زي ما قلت لك بعض القوانين الجديدة بعض الأنظمة ما هي أبرز طيب أتحدث عن نقطة معلومات معينة بعض الأنظمة والقوانين ما هي هذه المعلومات المعينة والأنظمة والقوانين التي أثرت على نفسية المستثمر في السوق العقاري والله أنا شوف زي ما قلت لك هي المستثمر طبعا في المملكة العربية السعودية العقاري لا يزال متمكن ولا يزال قوي لكن إحنا بنقول النفسية أثرت في المستهلك النهائي أو الاند يوزر هناك فرق لأنه الكل براعن عن المستهلك النهائي والكل في الأخير سلعته بيشتريها المستهلك النهائي المستهلك النهائي حقيقة خليني أقول لك من الأخبار من التحليلات من الإشاعات اللي بيسمعها أنه العقار حيهبط خمسين في المئة ثمانين في المئة طبعا كل واحد صار يستنى يقول لك أنا ليش أشتري اليوم أستنى 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 لكن حينصدم إلى واقع أنه فاتوا القطار لا أشترى دحين ولا سيشتري اليوم وبالتالي يعني اللي حاصل حقيقة أنا بقدر أقول أنه حقيقة المعلومات السوق بيعطي معلومات خاطئة كثير من المحللين الله يهديهم بيعطوا معلومات خاطئة زي ما قلت لك في البداية المؤشر يعني إذا كثير من المحللين يعطون معلومات خاطئة تقولت كثيرون منهم يعني هل كل هؤلاء الكثيرون مخطئون أنا ما بقول لك يعني أنهم مخطئون لكن البعض حقيقة ببالغ والبعض يعني يعني براهن أنه هبوط العقار بشكل قوي جدا أو بشكل سريع أنا ما أتوقع الشيء هذا لأنه أصلا في الملكة العربية السعودية لا يزال الطلب أكثر من العرض العرض يعني لا يزال نقطة مهمة مهندس ياسر نقطة فعلا مهمة من المسؤول عن توضيح أخبار مثل هذه فيما يتعلق بالقطاع العقاري السعودي تؤثر على نفسية المستهلك النهائي كما ذكرت وبالتالي على قيمة الصفقات العقارية وعلى أموال المستثمرين في القطاع العقاري والله يعني شوف للأسف في المملكة العربية السعودية القطاع العقاري ما له ما له قيادة أو ما له منظمة أو هيئة أو جهة تقوده بشكل صحيح حيث أنه نقدر نراقب التصريحات نقدر نتأكد منها مو كل واحد يطلع ويحلل كما يشاء نحن نتوقع أنه قلتها في لقاءات كثيرة أنه نتوقع أن وزارة الإسكان هي تكون الذراع أو هي تكون الدينمو المحرك للعقار في البلد طبعا وزارة الإسكان كان لها دور كبير في عزوف المشتريين بعد تصريحاتها في أنها ستنزل مساكن وحتنزل مشاريع طبعا أدى إلى أن الناس هذه تقول لك أنا ليش أشتري أنا أنتظر منتجات وزارة الإسكان ستكون أسعارها مخفضة سيكون فيه تسهيلات لكن انصدموا بواقع أن المنتجات هذه تأخرت المستثمرين خططهم كلها شبه أو قفوها أو شبه تريثوا فيها بحقيقة في حقيقة زي ما قلت لك اللي حصل اللي حاصل هو إرباق عام بالنسبة لي أنا في السوق العقاري والسبب كله يعود إلى ترى المستهلك النهاي أو المشتري نعم ما يعود ترى لا للمستثمرين ولا يعود للدولة يعني تحدث عن نقاط مهمة أستاذ ياسر لكن دعنا نتحدث عن القطاع العقاري ككل في المملكة عاد عن النقاط التي ذكرتها قبل قليل ما هي أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع حتى فعلا ينهض بمستوياته بشكل يناسب السعودية كمملكة كاقتصاد كبير في المنطقة حقيقة الأبرز تحدي أو أهم تحدي في قطاع السوق العقاري لا بد يكون له حقيقة جهة أو هيئة عقارية تمسك هذا السوق وتقود هذا السوق السوق العقاري في المملكة العربية السعودية كبير جدا حجمه تقريبا 1.8 تريليون تريليون يعني 18 صفر السوق هذا يبغى له تخطيط استراتيجي السوق هذا يبغى له يعني حقيقة كثير من الأنظمة السوق هذا يبغى له كثير من المراقبة السوق هذا يبغى له كثير من المنتجات لا يزال الطلب في المملكة العربية السعودية العقار عالي جدا عشان كذا احنا بنقول من سابع المستحيلات انه الطلب عالي جدا والعرض ما هو متوازن مع الطلب وفيه هبوط هو مو هبوط هو احنا نقدر نقول تراجع خوف عزوف بعض الناس عن الشراء المستثمرين اوقفوا بعض الخطط حقتهم فهذا اللي احنا نقدر نقول لكن الابرز التحدي في هذا الموضوع حقيقة هو انها تكون هناك جهة قادرة وقوية لقيادة هذا القطاع سواء كانت جهة عكومية سواء كانت هيئة برضو عامة او شبه عامة سواء كانت تتبع للغرف التجارية لكن لا بد يكون هناك يعني جهة او 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 منظمة تقود هذا القطاع وصل الوسط الفكرة نعم الاستشارية المهندس ياسر ابو خضير وانت رئيس مكتب الدراسات الاستشارية لتطوير العمران ضيفي من جدة شكرا جزيلا لك الى مجموعة من اخبار قطاع السيارات حيث قالت وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة ان مجموعة بولزواجن قد تواجه غرامات مالية تصل قيمتها الى 18 مليار دولار بعد اتهامها بتصميم برمجيات لنحو نصف مليون سيارة تعمل بالديزل تخضع الجهات المعنية بقياس نسبة الانبعاثات السامة وتبلغ العقوبات المدنية التي يمكن ان تواجهها في الولزواجن حوالي 37.500 دولار عن كل سيارة غير متفقة مع القواعد الاتحادية للهواء النقي في الولايات المتحدة ايضا نختم في قطاع السيارات هذه المرة اليابانية حيث تصدرت سيارة هوندا كورد قائمة السيارات الاكثر سارقة في امريكا للعام الثاني على التوالي دائما متأتي هذه السيارة ضمن المراتب الخمس الاولى منذ بدء اعداد هذا النوع من القوائم في العام 1995 ومن المفارقة مشاهدين ان السيارات الخمس الاكثر تعرضا للسرقة هي نفسها السيارات الاكثر مبيعا في امريكا لاعوام عديدة واشار الخبراء الى ان معظم السرقات تمثلت في الموديلات الاقدم للسيارات والتي تعود الى التسعينات لسهولة سرقتها وبيع مكوناتها في السوق السوداء نهاية جلسة المال والاعمال تحياتي وتحيات فريق العمل طبعا المنتج علي فتوح والمخرج عمر مطارس الى اللقاء هذا البرنامج برعاية زين اشتركوا في القناة